والحقيقة قمة الوفاء يمكن اللي بيشكر الناس اللي عايشة اهو علاقات انسانية متصلة والناس بتحب تسمع كلمة شكر وعرفان حتى وان كان لا شكر على واجب لكن الحقيقة قمة الوفاء والنقاء شكر من رحل نشوف شكر الكابتن خطيب للمستشار حلمي عبد الرازق عليه رحمة الله الادارة الكورنونية كان برئاسة مصر محمود فاهمي كلهم ناس بتشتغل بدون مقابل ناس بتشتغل بحب للنادي الاهلي هم دولة الناس اللي هتكمل مسيرة النادي الاهلي وهنا كان فيه اذكر لحضراتكم موضوع واحد بس لما تسلمنا الادارة كان علينا حكم على النادي الاهلي حكم بمية أربعة وتلاتين مليون وسبعمائة وخمسين الف النادي الاهلي يتغرم متغرم بالحكم دو في قضية مسك طبعا لما عدنا ودرسنا الموضوع وهي برضو من ضمن الإدارة المحترف طب مين أفضل ناس جبنا من نشار محمود فاهمي والأجلاء اللي موجودين مش عايز بس أذكر أثنين وعشان أنا مش عايب مصرح ليه أذكرهم ولا الحقيقة يعني فتعاملوا مع الموقف ده وهنا رحمة الله عليه مصر حلمي عبد الرازق كان ليه فضل وكان ليه دور كبير جدا في إلغاء هذا القرار وشلنا من على النادي الاهلي أو شال مع لجنته مع إدارة مجلس الدارة إحنا آخر ناس اتشال غرامة تقريبا تقرب من 135 مليون جنيه على النادي الاهلي ده بس أحد الحاجات لكن كل القضاء اللي دخلنا فيها الحمد لله مجموعة المنطقة دي كلها حاجات اللي كان فيها نجاحات واضحة جدا بالنسبة للنادي الاهلي كويس إن جاء الذكر للراحل الرائع الصديق الشخصي المصرح الحلمي عبد الرازق اللي ارتبطت به يوم ما ترفعت قضية عن النادي الاهلي اللي اتطعنا على انتخابات النادي الاهلي وخسرناه في أول درجة وجاء بفكرة قانونية ألهمتنا إن إحنا نكسب القضية بعد كده ثم يعني عرضت عليه إنه يشتغل مستشار قانوني لإدارة التسويق معانا والله الحمد لله ما خسر قضية دخلها على المستوى المحلي أو الدولي أو الدولي ما خسر قضية من أشهر القضية طبعا قضية الكابتن عصام الحضري الكابتن حسني عبد الراب واللي كسبها لحد النهاية حكم نهائي من الكاس إنه من حق السرازبورج قضية مزدوجة إن كنت تترافع بالنيابة عن السرازبورج عشان أنت الشريط من السرازبورج فإن أنت خلقها وكسبناها لكن نظامنا الإداري في إدارة كرة القدم كان له رأي آخر ودي قضية تانية حتى يعني قضية مسكة دي في قضية خطيرة جدا لأنه هو وهو ما يتم تداولها إحنا خسرناها قبل كده وكان دايما يقول لي حنخسر قضية لو مشنا في الطريق ده حنخسر وأنا يا جماعة قعدني بس وكنت أروح لأصحاب القرار المستشار حلمي أنا والله أذكر إن أنا في مكتب المستشار ما اسم حمود طار قلت له أطلب حلمي قال لي هو ليه ما بيقول ليش قلت له أطلبه هسماعك دلوقتي على التليفون قال له أنا عندي أنا اللي كاتب العقد بتاع القناة وأنا اللي عارف هنكسب القضية دي إزاي وبعدين لا يعني اللي حصل إن القضية خسرناها لأنه كانت في حوزة طاقم آخر من المحامين وبعد كده لما جه كلفة بها كسبها كسبها بالمنهج اللي كان عايز يمشي فيه هو الرجل اللي كان بيحب النادي الأهلي وكان من لعيب كرة اليد في النادي الأهلي عرفني عليه المهندس الشانس عيد وكان رجل يعني رحمة الله عليه مخلص شديد الخلاص والحساسية في كل ما خص النادي الأهلي يعني جبر الخواطر إنك تذكر الناس حتى بعد وفاتها أهليهم يطمئنوا ويعرفوا إن المشوار بتاع ذويهم ما ذهبش سودا ترجمة نانسي قنقر